اشتركوا في القناة التعليمات المعروفة لديكم لتلاوة صحيحة أولا أن يكون لديك المصحف وتتبع من المصحف لتتعرف على الكلمات وعلى الحروف وعلى رموز المصحف أيضا أن تركز حال نطقي للكلمات تركز بإذنك بسمعك فتستمع لكيفية النطق وكيفية خروج الحرف أيضا عند قراءتك وتطبيقك أن تقرأ بتأني فلا تستعجف التلاوة وليكن همك ماذا الإتقان وليس الانتهاء فقط من التلاوة أيضا تنتبه للعلامات التي درستها من علامات المصحف وأحكام التجويد ومن تلك العلامات نتذكر هذه العلامة ما هي نعم هي علامة السكون وتدل على ماذا نعم تدل على أن الحرف مظهر والعلامة الأخرى هذه العلامة نعم ألف صغيرة هذه تدل على مد الألف المحذوفة وهذه علامة ماذا نعم علامة المد سواء كانت على المد المتصل أو المنفصل أو اللازم تمد هذا المد سواء كانت على ألف أو واو أو ياء وأنتم أخذتم أيضا هناك مدود أخرى لا يوجد فوق هذه العلامة أيضا تعطي ماذا الميمة المشددة والنونة المشددة تعطيهم ماذا حقهما من الغنة نعم ثم إن أيضا تنتبه لهذه علامة الميمة الكاملة هنا علامة ماذا نعم الإقلاب تقلب ماذا تقلب هذه النون إلى ميم وهذه التنوين إلى ماذا إلى ميم وأيضا لابد أن تطبق أحكام التفخيم والتلقيق التي درسها سواء كانت للرآة أو للام لفظ الجلالة أيضا هذه علامة ماذا علامة رأس الآية ونهايتها ماذا تفعل إذا قرأت ووصلت لهذه العلامة تقف هنا وتأخذ نفس ثم تكمل ما بعدها ولا تصل آية بآية فينقطع بك النفس أيضا هذه العلامات التي أخذتها علامات ماذا نعم علامات الوقف صلاة قلاة ويجيم هذه العلامة تدل على ماذا على أن الوصلة أولى وهذه الوقف أولى نعم وهذه دليل على ماذا نعم جواز الوجهين أن تقف أو تصل الآن نأخذ كلمات من هذه السورة أنتم أخذتم في مد اللازم الحرفي هذا الحكم لاحظوا كلمة ألف تقرأها هكذا ألف لا تقول أليف ألف لاحظوا فوق هذه اللام والميم علامة مد دليل أن تمدها ست حركات فتقول هنا لام وهنا تقول ميم الآن سأصلها قراءها قراءها انتبه إلي ألف لام عيد قراءتها وانتبه ألف لام كررها وعيدها حتى تتقن قراءتها ولا تستعجل في نطقها لاحظوا الآن هذه الألف الصغيرة أم يقولون أحسنت أم يقولون افترا افترا را را بعد الر ألف أم يقولون افترا أم يقولون افترا لاحظوا هنا ألف أيضا كيف تقرأها أتاهم هنا همزة لا يوجد ألف لا تقل آ نطقها همزة أتاهم بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير أتاهم لاحظوا الآن لاحظوا الآن نون ساكن بعد هواو وهنا تنوين وبعد هواو نفس الحكم نعم إضغام بغنة استمع إلى نطقها من ولي من ولي ولا شفيع من ولي ولا شفيع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع لا تنطق النور فتقول من ولا تقل هنا ولي إنما لابد أن تضغمها مع الواو تضغم التنوين مع الواو كأنها حرف واحد من ولي ولا شفيع أفلا هنا التا أين تنتين تتا تتا هنا الواو إذا وقفت عندها ماذا المد نعم مد عارض للسكون أفلا تتذكرون أو تقول أفلا تتذكرون أو تقول أفلا تتذكرون حركتين أو أربع أو ست كما درست لاحظوا إزاي ما عليها ضمة نعم كيف تنطقها العزيز ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم لاحظ الغيب والشهادة العزيز صفة عالم عالم العزيز عالم العزيز أما هنا ماذا؟ الغيب والشهادة سأعيد نطق الآية وانتبه ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز لاحظوا الآن اللام ساكن أم مفتوحة؟ نعم مفتوحة خلقه خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه خلقه لاحظ الآن أن لدينا أحكام هنا أن نساكن بعد هسين وتنوين وبعد هميم ونساكن بعد هميم وتنوين وبعد هميم هذا الحكم نعم إخفاء وهذه الأحكام إضغام بغنى من سلالة من ماء مهين استمع لي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين كررها وأعدها وقرأها بتأني الصفحة التي بعدها لاحظوا الآن الهمزة أين مكانها؟ قبل الألف همزة ثم ألف ما الحكم لدرست في المدود؟ همزة جاء بعدها ألف في كلمة نعم مد بدل تمد هذه الألف حركتين آ آ آ لآتينا لآتينا عفوا ولو شئنا لآتينا أتي محظو التاء بعد الياء ساكنة لآتينا لآتينا ولو شئنا لآتينا ولو شئنا لآتينا 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 لحظات الكلمة مثل لي في سورة الناس من الجنة من الجنة الجي 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 مكسورة لا تقره الجنة الجي الناس أجمعين الجنة أي الجن لاحظوا هذه العلامة هنا خروا سجدا وضع فوقها ماذا؟ خط هذا السطر الخط هذا دليل على دليل على أن هنا سجود عند هذه الآية أمر بالسجود وإذا ذك الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا الأمر بالسجود أو صفتهم أنهم يسجدون متى تسجد؟ إذا وجدت هذه العلامة عند هذه العلامة تسجد خروا سجدا وضع فوقها ماذا؟ فوقها وليس تحتها فوقها هذا الخط خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إذا وصلت هنا عند هذه العلامة المحراب تسجد كالسجود العادي وتقول سبحان ربي الأعلى وتقول أيضا سجد وجه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين أسفل الصفحة لاحظوا الآن هذه العلامة الميم علامة ماذا؟ نعم الإقلاب فتحول التنوين إلى ميم جزاء بما جزاء أم 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 همزة ثم ميم أم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لاحظوا الألف هنا والهمزة ساكنة فمأواهم النار فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار لاحظوا النار لاحظوا الآن الزال مشدد مكسورة تكذبون تكذبون الذي كنتم به تكذبون تكذبون خلف الصفحة لاحظوا الآن ومن أظلم ممن ذكر أحسنت ذكر ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ذكر الآن لاحظوا تنوين بعد هلام ما الحكم نعم إدغام بلا غنة أو بغير غنة وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى ل الدال مفتوحة بعد هلام هدى لبني هدى لبني بدون تنوين هدى لبني إسرائيل آخر السورة الجروزي أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجروزي فنخرج به الجروزي لاحظوا هذه الكلمة الهمزة مكسورة إيمان النوم المضمومة إيمانهم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون إيمانهم الكلمة الأخيرة ينظرون ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون ينظرون الآن بعد أن أخذنا بعض الكلمات نقرأ جزءا من السورة نقرأ من الآية رقم 23 تبع وردد معي أيضا أعود بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ الآن بعدنا تدربنا على الكلمات وطبقناها أعد المقطع مرة أخرى وتدرب أيضا مرة أخرى حتى تتقن ثم استمع إلى قارئ متقن ثم طبق من غير استعجال وفقنا الله وإياك لكل خير والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبيه محمد